برحب بكم عزيزيزيزيز في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا شيطان الرسول أسلم والسؤال من موقع إسلام سؤال وجوابوا خلينا نشوف السؤال من المعلوم أن لكل واحد من بني آدم قرينا من الجن وذكر ابن مسعود أن النبي قال ليس منكم أحد إلا ومعه قرينا من الجن فقالوا اياك يا رسول الله قالوا وإياي ولكن الله أعنني عليه فأسلم فلا مرني إلا بخير او كما قال عليه السلام او الصلاة والسلام هل يجوز ان ندعو للجن القرين بان يسلم وهنا السؤال بيقول ان كل واحد من بني ادم قرين من الجن وان ابن مسعود ذكر حديث للرسول الاسلام ان كل واحد معه قرين من الجن فلما سألوه حتى انت يا رسول الله الايوة وانا كمان ولكن الله اعاني الرسول انه ايه انه اسلم فالسؤال بيقول هل ندع للقرين بان يسلم وخلينا نشوف الاجابة الحديث الذي ذكرته حديث صحيح قد رواه مسلم بالرقم اللي انتو شايفينه دلوقتي وقد وقع الخلاف في معنى قوله فاسلم في هذا الحديث وذكر هذا الخلاف والترجيح فيه النوى وفي شرح هذا الحديث فقال قوله صلى الله عليه وسلم ما من جنكم من احد الا وقد وكل كورينه من الجن قال وإياك قال وإيايا إلا ان الله اعانني عليه فأسلم فلا يأمرني الا بخير فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان وشورتان فمن رفع قال معناه أسلموا أنا من شره وفتنته ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني الا بخير واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عياد الفتح وهو المختار لقوله فلا يأمرني الا بخير واختلفوا على رواية الفتح قيلة أسلمة بمعنى استسلمة وإنقادة وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلمة وقيلة معناها صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاهر يعني هنا بيقول إن الحديث رواه مسلم وفي خلاف في معنى فأسلمة لو أنت قريد بفتح الميم فهتكون أسلمه أنا من شره وفتنته ولو أنت قريد بفتح الميم أسلم من الإسلام يعني وصار مسلما ومش بأمره إلا بالخير وهنا أنا عندي سؤال لو الشيطان الرسول أسلم بأي معنى من اللي تقال في صورة الحجة 52 شوفوا معي بيقول إيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ودي سورة الحجة 52 يبقى فين هنا أن الشيطان الرسول أسلم ده ألقى في أمنيته وأمنيته دي يعني كراته والله نسخ ما ألقى الشيطان ولا أسلم ولا حاجة زي ما هم قاعدين يشرحوننا وشوفوا معي أسباب نزول الآية للوحيد النسابوري بتقول إيه وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى آخر الآية قال المفسرون لما رأى رسول الله تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتي من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس زات يوم في ناد من أندية كريش كثير أهله وأحب يوم إذن أن لا يأتيه من الله شيئا أو يأتيه من الله شيء ينفرون عنه وتمنى ذلك فأنزل الله تعالى صورة النجم إذا هوى فقرأها رسول الله حتى بلها أفرأيتم التي والعزة ومنات السالسة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه يتمنى تلك الغرانيك العلا إن شفعتهن لترتجع الرسول كان قاعد في نادي من أندية كريش واتمنى أنه ما يجيش وحي ينفر الناس منه فالله أوحى ليه بصورة النجم ورح قال إيه النجم إذا هوى فرسول الإسلام أراها غاية ما وصل أفرأيتم التي والعزة ومنات السالسة الأخرى فألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه يتمنى تلك الغرانيك العلا إن شفعتهن ترتجع يعني التمثيل الكبير أو اللي أنتوا شايفينها دي الغرانيك دي ديها شفاعة فين بقى الشيطان أسلم أو ادعى أنه هو أسلم أو حتى أنه هو سلم منه ولا سلم منه ولا أسلم ولا حاجة هو بيلقي في أمنيته وخلينا نكمل أسباب النزول فلما سمعت كريش ذلك فرحه ومضى رسول الله في قراءته فقرأ الصورة كلها وسجد في آخر الصورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبقى في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبو حيحة سعيد بن العاص فإنهما أخذ حفنة من البطحاء ورفعها إلى جبهتهما وسجد عليهما لأنهما كان شيخين كبيرين فلم يستطيع السجود وتفرقت كريش وقد ترهم ما سمع وقالوا قد ذكر محمد أليهتنا بأحسن الزكر يبقى لما كريش سمعت أنه بيمدح الغرانيك فرحه جدا وقال له يعني محمد ده بيذكر أليهتنا بأحسن حاجة بأحسن الزكر وأنا هنا مازال السؤال فين الشيطان الرسول للأسلم ده تحكم فيه وألقى على لسانة آيات شيطانية يعني كفريات لدرجة أنه ما فرقش بين الوحي اللي بيجيله الحقيقي وكلام الشيطان وخلينا نكمل الإجابة وقال أبو نعيم الأسبحاني في دلائل النبوة قيل أسلم أي آمن فيكون عليه الصلام مختصا بإسلام قرينه وإيمانه وعلى هذا يكون إسلام القرين من خصائص النبي وعليه فإنه لا يشرع للمسلم أن يدعى الله بإسلام قرينه لأن هذا اعتداء في الدعاء بسؤال الله ما هو من خصائص صلى الله عليه وسلم ولأن الصحابة وهم أحرص الناس على الخير وأقرب إليه مننا لم ينقل عنهم الدعاء والتوجه لله حتى يسلم قرنائهم من الجن ولا استعانوا بدعاء الرسول لما سمعوا منه وذلك الحديث يبقى أنت كمسلم ما تدعيش لشطانك أو قرينك إن يسلم لأن ده من خصائص النبي وكمان الصحابة محدش فيهم عمل كده محدش دعا لقرينه خالص وباقي الكلام بيأكد نفس المعلومة وأنا هسيب لكم باقي الكلام أنتم ممكن تروحوا تقرؤوا بأكد نفس المعلومة أن الصحابة محدش كان بيدعي لقرينه لكن في حاجة مهمة في الإجابة شوفوا معين فيكفيك إذا ما دلنا الله تعالى عليه من الدعاء كقوله وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء مع ما صحى من الأسكار عن النبي وكذلك قراءة آية الكرسي قبل النوم والبسملة عند عمل أي شيء والاستعازة كلما أحسست بوسوسة من الشيطان قال تعالى وراح أيل لنا سورة فصلة 36 إن أنت تقرأ برضو الكلام ده يعني وانت بتعمل الحاجة الدعاء يعني بتاعك أسأل الله أن يزيدك حرصا على الخير وأن يحفظنا وإياك من الشيطان وهنا في نصيحة بيقدموها الشيوخ إنك كمسلم تدعي إنك تقول وكل رب أعوذ بك من همزات الشيطان وإنك تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في الصبح والليل وما صحى من أسكار عن النبي وهنا عندي سؤال هل في مسلم أحسن من الرسول يعني أنت كده أنت كمسلم أحسن من الرسول اللي بيجيله الوحي الشيطان ألقى على لسانه وكمان عايز أقول لكم إنه صحر لدرجة إن الشيطان اتحكم فعله وكان يهيئ ليه إنه يفعل الشيء هو لا يفعله وشوفوا معي الحديث في البخاري بيقول إيه كان رسول الله سحرة حتى كان يرى إنه يأتي النساء ولا يأتي هنا قال سوفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إلى آخر الحديث زي ما أنتوا شفتوا الحديث يعني معروف في البخاري والتصحيح طبعا قدامكم على الشاشة إن رسولة صحر والشيطان اللي تحكم فيه خلاه بيشوف إنه يأتي النساء هو لا يأتي هنا وده أشد أنواع السحر فمازال السؤال مطروح كيف أسلم شيطانه وهو أو قرينه وهو عمل فيه كل ده صحره وألقى على لسانه آيات شيطانية وتحكم في عقله لدرجة إنه يرى إنه يفعل الشيء ولا يفعله ومازال السؤال مطروح وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر